بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله معنا اليوم الشابطة الخامس بتكلم عن في هذا الشابطة راح نتكلم بالتحديد عن موضوع ادارة البيانات وشو اهميته راح نتكلم في ادارة البيانات عن اولا حجة نقول لك ايه شي ادارة البيانات عن ادارة البيانات العمليات التي نعملها حتى نطور ونحسن من ادارة البيانات هذه العمليات تشمل ربليكيشن ميرورينج ميرورينج نوع من أنواع ربليكيشن سيكوريتي اللي هي حماية البيانات كومبريشن ضغط البيانات أو نضغط البيانات بحيث أنه نحاول نستخدم أقل مساحة ممكنة من 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 دي دابليكيشن اللي هي نوع أنواع البيكيب ونتكلم عنها بنوع من التفصيل في هذه المحاضرة Storage Provisioning حكينا عنها في المحاضرات السابقة لما تكلمنا عن Storage Virtualization بما أنه نتكلم عن Data Storage نوع من أنواع نوع من أنواع Storage المستخدمها في حق البيانات فبرضو أنه هذه البروزيس تشمل إدارة الميموري طبعاً نحن لا نتكلم عن إدارة الميموري في هذا الشابتر هذا البروزيس البروزيس الذي تكلمنا عنه وهو البروزيس الذي يعباره عن إدارة Storage Resource ما هي فائدتها؟ Storage more data on existing hardware كما قلنا نحاول نستخدم أقل أقل مساحة تخزينية من Storage وبالتالي يصير لدينا في مساحة available أكتر لتخزين more بيانات speed up إذا استخدمنا أو عملنا organization ل data storage ممكن نسترجع البيانات بشكل سهل وشكل أسرع prevent data loss طبعاً أكيد أحد أهم فوائد اللي هو backup أو replica أو replication إنه إذا كان في مشكلة في system صار في unavailability for some resources of the system the stand-by replica أو stand-by stand-by backup will take over the storage resource راح تحل محلها storage management makes it possible to reassign storage capacity quickly as business needs change طبعاً storage management بتخلينا إنه إحنا نعيد نعيد تعيين أو نعيد نعيد تعيين storage capacity بسرعة على حسب اللي هو البيزنس تبعنا حسب تغيير تغيير الريكويرمنس تبعت البيزنس تبعتنا يعني ممكن إحنا في فترة معينة نحتاج مساحة تخزينية كبيرة لتطبيق ممكن بعد فترة ما نكونش محتاجين لهذه المساحة التخزينية لهذا التطبيق محتاجين إنه نعيد ترتيب أو نعيد نعيد اللي هو إعطاء المساحة التخزينية للأبليكيشن طيب storage management techniques can be applied to primary storage أو backup storage أو archived storage اللي تكلمنا عنها ممكن نطبقها على primary storage primary storage storage الرئيسية holds effectively or frequently accessed data الداتا اللي احنا نعملها accessed frequently واللي هي active ممكن يعني تطبق على هذا النوع من storage تطبق أيضا على backup storage اللي هي backup storage إيش هي backup storage اللي هي storage اللي holds copies of primary storage data for use in disaster recovery ممكن تطبق على storage اللي بتستخدم أو اللي تحمل copies of primary storage data اللي بنستخدمها في disaster recovery وممكن data management يتم تطبيقها على archived storage holds out طبعا هذي تعريف للarchived storage أو backup storage أو primary storage ممكن تطبق على archived storage اللي هي اللي بتحمل outdated or seldom used data that must be written for compliance or business continuity اللي الarchived المؤرشفة اللي فيها البيانات اللي هو outdated اللي يعني استخدامها أو تاريخ استخدامها خلص ولكن احنا محتفظين فيها لغرض اللي هو عمل analysis على data اللي احنا استخدمها في السابق عشان نطور مثلا تكنيك معين نطور في الbusiness تبعنا بناء على history في السنوات السابقة أو في الفترة السابقة تمام طيب في شغلة برضو مهمة لازم نعرفها بخصوص اللي هو الbackup أو الreplication لما نتكلم احنا عن storage management نقول احنا احنا بنظ او ب storage management involve two main techniques أو two main process الbackup وreplication اللي احنا راح نتكلم عنهم في هذا الشابتر طيب الbackup وreplication برضو متعلقين في شغلة اسمها single point of failure تكلمنا عنها احنا single point of failure single point of failure refers to the failure of a single component هذا مش متعلق هذا مش بس بالdata storage في اي حاجة لما نقول حاجة single point of failure معنات انو احنا نتكلم عن الفيلير that refers to the failure of single component انو عنا component واحد يعني احنا احنا اذا عنا مثلا موقع بس على سيرفر واحد نسمي هذا single point of failure لانو اذا صار له مشكلة هذا السيرفر وسكر وصار له down فبالتالي راح يأثر على السيستم كله ينعمله down لو عنا مثلا روتر واحد في الشبكة عنا روتر واحد يعني مثلا عنا مثلا هاي مثلا عنا هاي الانترنت مثلا وعنا هاي subnet وهانا في كمان subnet تمام طيب الصبنت طبعا هاي مشبوكة في روتر وهذا الراوتر مشبوك في روتر تاني للصبنت هادي تمام هذول الراوتر ال outbound traffic تبعهم عشان يروح مشبوك في روتر تالت هذا روتر مشبوك في الانترنت طيب الان الشبكة هادي subnet هادي طبعا ميكون فيها ميكون هاي في جهاز هنا مثلا كمبيوتر عادي مثلا كمبيوتر الان هادي الشبكة او هادي التبورج بنسلم ها single point of failure ليش single point of failure لانه هذا الكمبيوتر اللي في الشبكة هادي هذا الكمبيوتر في هادي الحالة انه احنا بنقول انه موضوع او هادي اللير single point of failure لانه بس روتر واحد اللي شابك في الانترنت اللي بوصل هادي الكمبيوتر الانترنت تمام يعني مثلا هادي احنا بنسميها core core layer تمام هادي بنسميها مثلا access layer هادي اسمها access layer access layer core layer هادي core layer هادي عبارة عن single point of failure او فيها او او تشتكي من حاجة اسمها single point of failure ليش لانه احنا بس عنا روتر واحد اللي بوصل هادي الاجهزة الانترنت فاذا هذا الراوتر عم صار له مشكلة وبطل يشتغل ف المتويرك كل هادي هتبطل تتمل access للراوتر للانترنت فالغرض من الكلام انه single point of failure هي اي حاجة منطلقها على هذا term مصطلح او مصطلح خلانسل نطلقه على اي system فيه عبارة عن اي حاجة منطلقها 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 single component which can terminate the availability of the entire system or an IT service ممكن انه يعمل termination ل availability بط available يعني هذا اذا كان في عنا يعني حتى لو كان في عنا server هنا web server هنا وفي ناس بدهم يجوهم من بره هيك مثلا هذا بط available هذا هذا بط available لو الروتر هذا صار له shut down او صار له مشكلة بأثر على availability تبعات entire system كل system طبعا هذا برضو زي ما حكونا انه حالة عامة لكل نظام برضو هذه الحالة تطبق على data center or application resulting in the disruption of business operation بأثر على عملية الbusiness to mitigate a single point of failure عشان نعالج هذا الموضوع عشان نقلل من هاي النقطة أو نقلل من single point of failure systems are designed with redundancy system designed with redundancy with redundancy يعني بأن احنا بدنا بدأ مثال عندنا مثلا router واحد اللي شابك في the net هذا يشبك في the net ممكن نعمل راوتر وهذول الراوترين بيكون مثلا هذا هو هذا مثلا وهذا هو يعني هذول الراوترين اللي بوصله le subnet هاي شابك في هذا الراوتر وشابك في هذا الراوتر اذا صار هذا مشكلة هذا الراوتر عايش بك مع الراوتر الثاني اللي لسه شغال. طيب طبعا مهم انه انك تفهموا الكلام هذا. تمام لانه في الامتحان احنا راح نجي في الامتحان راح نتكلم على الامتحان ولكن بس لانه عشان ما ننساش النقطة هذي راح اطلب منكم مثلا انه تتفسر مثلا او تجيبوا امثلة على موضوع الريدندانسي ايش يعني الريدندانسي كيف ممكن نستفيد من الريدندانسي ايش فائدة الريدندانسي للسيستم. خائد. such that the system fails only if all components in the redundancy group fail. يعني السيستم ببطلة تشتغل اذا كل الاجهزة بطلة تشتغل فسايتها مش هنعمل حاجين this ensures that the failure of single component doesn't affect data availability طيب تمام الريدندانسي ايش بعمل ensures that failure of single component failure of single component بأثيرش على ال data availability بأثيرش على بتحية البيانات configuration of multiple paths increase طبعا هذا بيديلك برضو كمثال تاني عن او مثال عن الوصول الى data center او وصول ال storage resource اذا عنا configuration of multiple paths increases the data availability through path failover يعني حتى ال path path failover يعني حتى ال link هذا مثلا احنا عنا يعني مثلا على فرض ان احنا عنا واننا هنا راوتر واننا هنا راوتر واننا هنا اللي هو ال switch وهذا شابك في الاجهزة هذا شابك في الاجهزة او server او data center او storage resource تبعنا طيب الحين هذا شابك مع هذا هيك وفي خير مثلا شابكين مع server الواحد وهذا شابك مع هذا الحين احنا في عنا راوترين تمام؟ يعني في عنا redundancy في ال devices هادي بس في عنا redundancy في ال path path اللي هو ال link هذا فعنا هذا الجهاز لما نقول redundancy path او redundant path معناته انه هذا عشان يطلع لبرة يطلع لبرة هو حيروح من هان هذا الجهاز هيبعت لل switch ال switch هيبعت للراوتر هذا اللي هو شابك فيه هذا الراوتر هيبعت للراوتر الرئيسي ويطلع برة تمام؟ طيب هذا فيش له path اخر مش مشبوك مع واحد تاني يعني اذا صار هذا اذا الراوتر كان شغل صح الراوتر هاته شغله صح بس ال link هذا fail معناته برضو انه احنا هذا فيش الهو ال path هذا صار في مشكلة فيش ان احنا redundant path فعشان برضو نحافظ على الوصول للبيانات ونحافظ على الوصول للداتا لازم يكون فيه هنا redundant path هذا الشي اسمه هذا ال switch اذا صار في مشكلة ما بينه وبين الرابط طبعا الر one ممكن يفعل ال link ما بينه وبين الراوتر التاني ويروح ويروح على على الشي اسمه على الانترنت طبعا في الحالات العادية مرات احنا مش شغل ومكون احنا شكين اتنين مثلا هذا path link link لهذا و link لهذا او path لهذا او path لهذا الان مش لازم يكون هذا active ممكن هذا stand by path هذا البورت ممكن معمول له in activate لهذا البورت فال switch هذا بيستخدم بس هذا ال link ففي حال انه صار في مشكلة switch نفسه زي ما فيه مكانزم اسمها spanning tree spanning tree بستتمل calculation لما تعرف انه فيه انه مشكلة في هذا الباث تمت activate لل path الثاني طبعا انت تكون عامل configuration الها فان هو بتكلم لك عن برضو انه موضوع موضوع single point of failure و الوصول للدata center أو الوصول للدata resource storage resource ويلا configuration of multiple paths increases the data availability through path failover من خلال من خلال اذا صار مشكلة في link يشتغل المنك التاني if servers are configured with one input output path to the data there will be no access to the data if that path fails زي ما قلنا redundant path eliminate the path from becoming single point of failure يعني برضو path ممكن يكون single point of failure فالredundant بخلي eliminate the path from becoming a single point of failure تمام برضو أحد الأشياء اللي بتأدي لعدم وجود أو eliminate eliminate single point of failure حاجة اسمها اللي هي الbackup اللي راح نتكلم عنها بالتفصيل والreplication اللي برضو راح نتكلم عنها بالتفصيل طيب الآن إيش هي الbackup and recovery backup is an additional copy of data backup عبارة نسخة تانية من البيانات that can be used for restore and recovery purpose هذا مهم يعني الbackup احنا كأنه احنا بنعمل نسخة احتياطية عنا نسخة احتياطية من هذا الستوريج من هذا الرسورس بنحتاجها فقط بنحتاجها used for restore and recovery purpose للrecovery purpose بنحتاجها احنا بس عشان إذا صار فيه مشكلة في السيستم هذا في النظام هذا وفي الستوريج في الستوريج هادي نقول جبولنا النسخة الأخيرة اللي احنا عملناها backup وما لها restore عشان نستخدمها تمام؟ في الreplication احنا قلنا فيه شغلتين backup و replication replication هي نسخة طبق الأصل backup اللي هو نسخ احتياطي الحين لما نتكلم عن النسخة طبق الأصل يعني انه احنا فيعنا نسخة على هذا السيرفر أو فيعنا نسخة من هذا الdatابيس ونفس النسخة في مكان تاني نفس النسخة في مكان تاني فهذه النسخة بتكون بتساعد مثلا انه مش شرط انه لما هادي تصير down او لما هادي تصير فيها مشكلة انه نشغل هادي لا ممكن ان هادي يشتغلوا هادي وهادي يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت لانها نسخة طبق الأصل نفسها بالضبط هي هادي بتساعد على انه تخفيف الحمل على عن 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 الdatابيس هادي تمام رح نتكلم عن هادي الشغلة بس الباكب كأنك انت عامل نسخة احتياطية من السيستم عاملها عاملها في مكان هذه النسخة الاحتياطية مش شرط تكون انك انت حتعمل مثلا باكب مجدولة مثلا كل ثلاثة ايام تم الباكب للداتا وتحطها هان افرض مثلا انت بيوم عملت باكب وخلصت بعد يومين قبل ان تعمل الباكب الثاني صار في مشكلة في هذا السيستم عندك تعمل ريستور لهذا الداتا ريز او ستور لهذا الداتا سنتر تسترجع النسخة النسخة الاحتياطية لاحظها برجاش اليك النسخة النهائية برجالك ما برجالك النسخة الي انت في لحظة ما انت وقف عندك السيرفر لا برجالك في اخر بكب انت عملتها فهي في الغالب تستخدم في اللي هو برجالك نسخة الاخيرة نسخة الاخيرة نسخة الاخيرة في لحظة ما صار فيه مشكلة في الdatabase أو الdatastorage هذا فيه challenge إنه إحنا بنعمل consistent backup بنحاول نعمل backup consistent يعني يعني نفس البيانات تكون موجودة نفس البيانات ونفس النسخة organization must ensure that the right data is in the right place at the right time لازم يكون فيه عندنا ترتيب إنه البيانات الصح اللي احنا بنعمل هنا بنسخها تكون موجودة في المكان الصح وموجودة في الزمان الصحيح طيب backups are performed for three primary purposes الbackup بنعمل لثلاث شغلات رئيسية أول حاجة disaster recovery زي ما قلنا إنه نحتاجها ل حاجة إنه disaster recovery إذا كان السيستم وقع فمستعيد النسخة الاحتياطية اللي احنا عملناها أو operational restores أو archiver رح نتكلم عن كل واحدة منهم في الإسلايدات القادمة زي ما قلنا backup and backup and recovery of data بتنعمل على ثلاث أنواع من resources زي هذه مثلا زي ما قلنا أحنا ثلاث أنواع من sorry for three primary purposes لثلاث أغراض أول شيء disaster recovery يعني إذا أنت مثلا صار في مشكلة في السيستم والسيستم بطل يشتغل فأنت ممكن تستدأ آخر نسخة احتياطية أنت عملتها في حاجة اسمها operational restores هذه operational restores طبعا أنت operational restores backup عبارة عن backup أنت بتعملها لبيانات تبعتك أو للسروج تبعتك عند نقطة زمنية معينة بوقت معين operational backup is a backup of data at a point in time في نقطة معينة في specific time and is used to restore data in the event of data loss هذا تستخدم في العادة إذا أنت مثلا شغل على حاجة معين مثلا فينقول مثلا أنت شغل على موقع وبتعمل عمل لموقع هذا database وعمل فيها tables وعط فيها بيانات أنت ممكن بعد at the end of the day بتعمل backup أو تعمل حاجة اسمها operational operational backup بتحفظ البيانات بتحفظ الdatabase أو بتحفظ نسخة من هذه الdatabase في specific time فممكن مثلا ثاني يوم إذا واحد بالغلط حدف 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 database أو عمل صار في lost للداتا لأي سبب لأي سبب أنت ممكن تعمل تستخدم اللي هو operational restores عشان ترجع البيانات اللي هي اللي هي انحذبت أو اللي هي تغيرت أو اللي هي صار عليها corrupted يعني الفكرة إنه مش شرط إنه السيستيم يكون في down أو السيستيم إنه يبطل يشتغل عشان إنك تعمل recovery من الbackup فهذا النوع من recovery أو هذا النوع من الbackup يسموه operational backup عشان تسترجعوا بتعمل حاجة اسمها operational restores طبعا النمو الbackup لالarchival data archival is a common requirement used to preserve transaction records email and other business work products backup are also performed to address archival requirements يعني نحن نستخدم backup برضو لعمل archival backup الى البيانات اللي احنا أصلا بطلنا نستخدمها ولكن احنا في حاجة لها في المستقبل عشان نعمل لها تحليل أو نعمل ندرسها عشان نعرف كيف كان اللي هو سلوك المستخدم في الماضي طيب backup granularity اللي هي كيف إيش يعني backup granularity اللي هي كمية البيانات اللي انت رح تعملها backup كمية البيانات اللي رح تعملها backup في عنا ثلاث أنواع أو ثلاث تصنيفات based on granularity backups can be categorized as الbackup ممكن تتم تصنيفها على ثلاث مستويات full backup تعمل backup of the complete data on the production volumes at a certain point of time a full backup copy is created by copying the data on the production volumes to a secondary storage device انت بتعمل backup لكل البيانات الموجودة عندك في ال storage كلها هاي اول category الكاتيجوري التاني بيسموه incremental أو differential ايش هاد incremental ال incremental هاد بتعملش انت backup لكل البيانات بتعمل بس backup او بتنسخ data data changed since the last full backup اخر full backup انت عملته بعد اذا صار فيه تغيير بتنسخ بس التغيير هاد الطريقة takes longer than incremental backup but it faster to be restored طبعا المبسوض يكون longer than full backup مش incremental backup تمام يعني احنا ولينا full backup full backup تنسخ كل البيانات اللي انت موجود عندك incremental backup بتنسخ فقط البيانات اللي اللي تم تغيير ها بعد اخر full backup cumulative backup تراكمية copies the data that has changed since the last full or incremental backup بنسخ البيانات اللي تم تغيير عليها بعد اخر backup سواء كانت full backup او incremental backup which has occurred more recently اللي صار عليها ايش اي واحدة صارت مؤخرا بنعمل عليها ايش اللي هو backup هذي يسموها cumulative تمام هذي الbackup granularity هذا ينسخ كل البيانات كل البيانات يتم نسخها ولكن هذه cumulative backup cumulative backup ينسخ كل البيانات مثلا اول full backup مثلا sunday monday صار فينا تغيير نسخ هذا الجزء use d صار فيه تغيير مثلا صار نسخ هذا الجزء وهكذا كل sunday مثلا هاي كل sunday بنعمل احنا full backup كل sunday بنعمل full backup in between فيها مثلا صار فيه تغيير لهذه انه عملنا الbackup اللي صار فيها تغيير تمام incremental backup اللي بعد هي بعد آخر كل بعد آخر full بعد آخر full backup صار انا ما هو incremental backup الbackup and restore operation احنا نخزن البيانات نسميها backup نسترجع البيانات نسميها restore operation elements او components اللي مستخدمة في عملية الbackup والrestore operation هاي عبارة عن هو الشيء عن الbackup client اللي هو اللي انا بدي اخزن منه البيانات انا بدي اطلب يعني كأنا 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 client تطلب من server انا انا database بدي اطلب من server انه يعمل الbackup للدات التفعتي هذي انا اسم client فهذا اسم الbackup client send send backup data to a backup server or storage node ببعت الbackup data للbackup server backup server هو اللي بعمل manage للbackup operations c وبي عنده في catalogue الbackup device هو الbackup اللي احنا بنخزن عليه البيانات الbackup اللي بنخزن عليه البيانات الادمن backup server initiates a scheduled backup instruct storage node بيطلب من the storage node to load backup and media بيطلب من storage node يجهز الbackup and load backup media وبيطلب من الclient to send backup data to the storage node يعني هو هذا الbackup server بيطلب من الclient اول شيء بيطلب من storage انه يجهز الbackup media وبيطلب من الclient انه يرسل ال data ل اله عشان يبعث الbackup device storage node sends the backup data to backup device and media information to backup server سيبعث storage node سيبعث الbackup data للbackup device و سيبعث media information to the backup server سيبعث البيانات البيانات التي تعملها النسخ للbackup server backup backup server updates catalog and records the status service يعني هي كأنه كيف احنا عنا السيرفر هو اللي بيعمل manage لهاي البيانات الان السيرفر سوري مش نفس السيرفر عنا storage node عنا storage node وهذا ايش اسمه السيرفر storage server بstorage server بيطلب من storage node to load backup media إنه يجهز يجهز الbackup media زي الوسائل وسائل عملية النسخ يجهز كأنه to get ready ويطلب من client ويطلب من client إنه بعتلي البيانات اللي بات تنسخها أو بعتلي to send data to storage node يبعت data لل storage node وهذا سيبعت data لل storage node storage node sends the backup data لل storage node هذي سيبعت backup data لمن للbackup device أنا قلنا الbackup device هو الديفايس اللي بيخزن الـ data في النهاية في النهاية بعد ما نعمل العملية بيصير لعنا يكون في عنا شغلتين الـ client الـ client هذا في النسخة الـ الـ backup data أو backup device في النسخة اللي هو الاحتياطية بيبعت storage node سيبعت ويبعت الـ بيانات بتاعة media information زي كيف مثلا في بيانات بيسموها meta data meta data زي مثلا خصائص البيانات هذه أو مواصفات البيانات هذه عجمها في بعض بعض معلومات عن data بيسموها بيسموها meta بيسموها meta data بيبعتها للسيرفر عشان السيرفر يحطها عنده في خزينها عنده ويعملها منج ان احنا خزننا هذه المعلومات بهذه عشان لو نسترجع سيرفر سيطلع على meta data هذه زي المعلومات اللي بتخص زي الـ للـ هذه and meet the information to backup server backup server updates catalog and records the status الـ backup server بعمل update للcatalog وبعمل record status بتاعت العملية النسخ هاي طيب في حالة restore operation backup client initiates the restore في حالة restore operation client هو اللي بدي عمل initiate لهذه العملية أنا بدي كانو بطلب من السيرفر أنا بدي أسترجع هاي البيانات backup server scans backup catalog هيطلع على الcatalog اللي هو أنشئه من خلال الميتة ذات اللي استقبلها في عملية النسخ من server node من 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 server node هيطلع عمل scan للcatalog لإدتفاي data to be restored عشان يعرف ال data اللي بدأ من نسخ من ال backup من ال backup device backup server instruct storage node to load backup media ال backup server حيطلب من storage node جهز حاله storage node restore the backup data to the client storage node بعدين يرسل backup data to client بسير عملية عكسية ويبعث بعض البيانات لل backup server عشان يعمل ها update في حاجة ان اسمها deduplication هذي بسموها ال backup optimization او نوع من انواع ال backup ولكن لما نقول احنا حاجة اسمها backup optimization يعني بدنا احنا الطريق الامتل في عملية الناسخ الاحتياط لهذه ال backup optimization عشان نحص عملية الناسخ هذي في تكنيك او في شغلة بنسميها deduplication deduplication هذي is a technology used to save storage space by identifying and removing duplicate data احنا قلنا ال backup ما هي الا عبارة عن نسخة احتياطية ال backup عبارة عن نسخة احتياطية من data موجود على server او موجود على storage space نسخة احتياطية الان هذي السيرفر مثلا ممكن يكون عنده ملفات identical يعني نفس الملفات فمش من الصح انه احنا هاي الملفات برضو نسخها نفسها هي هان هم بدنا نسخة احتياطية عشان تكون في حالة انه الملف هذا صار فيه عنده مشكلة او ال data هاي ستفيها مشكلة نقدر نسترجعها من هان فاحنا موضوع deduplication ايش معناته انه انا اذا كان فيها اكتر من نسخة لهذه الملفات مش لازم انا عملها backup لها كلها اعمل backup بس نسخة واحدة بس ده اذا كانت طبعا identical كلها نفس الاشي هذا معناته deduplication deduplication is a technology used to save storage space by identifying and removing duplicate data instead of storing multiple copies of the same data it keeps just one copy of and creates shortcut اسمها بسموها ايش data pointers to the original data whenever duplicates are found يعني اذا احنا مثلا عنا 3 ملفات identical بدنا يعني متطابقين بدنا نعمل عملية restore لهذا storage احنا sorry backup لهذا storage هذا عملية الbackup ال لما نعمل عملية الbackup السيربر راح يعمل identify حيعرف انه او حيشوف انه فيها نداتة نفس الاشي فاحنا هننسخ ملف واحد منهم ملف واحد منهم والملفات التانية هادي مش هننسخ ها بس هنعمل زي link او زي pointer تمام او زي link اذا انت بدك هذا الملف التاني بيعمل له هذا الملف الوريجنال هذا بدك ملف هذا الوريجنال فبالتالي احنا بنعمل optimization لعملية النسخ بنستغل المساحة بشكل افضل هذه عملية النسخ هذه او استغلال امثل للستورج space reduce amount of space needed reduce amount of space needed بقل العملية space needed and store data and lowers cost يعني احنا موضوع الاستخدام الامثل للستورج هذا بأثر على اداء النظام نفسه كيف بأثر على اداء النظام احنا مثلا اذا كان عنا disk او كان عنا مساحة تخزينية يعني كلها full هذه مساحة تخزينية كلها full بأينا مثلا في بيانات مهمة لازم نخزينها او نعملها backup او لازم نخزينها الان اذا كانت هذه المساحة التخزينية full ونحن هذه الملفات ل new data نخزينها لازم نخزينها الان ما يريد يسوي الان يروح لحاجة اسمها replacement strategy او replacement mechanism ايش هذي هذي replacement mechanism replacement mechanism عبارة عن انا بختار الان انا صار صار لازم اخزين هذه البيانات وهذه full فانا بدي اشوف ايش الملف اللي ممكن انا احذفه عشان اقدر اخزين هذا الملف المهم او هذي ال data المهمة فالان احنا system نفسه بيصير يبحث او يشوف في هيطبق اللي هو replacement strategy او replacement mechanism طبعا في اكتر من mechanism من replacement بدناش نتكلم عنها ولكن عملية replacement اللي هو ايش عبر عن ايش بدنا نصير نفاض نشوف والله احنا البيانات هادي وهادي وهادي مين منهم ممكن احذفه اشيله من storage او احط بداله البيانات الجديدة هذي طيب هذي العملية انه بده يحسب بده يشوف بده يعمل process صار عنده extra process هين لو انه المكان فاضي كان محتاج انه يعمل replacement strategy كان على طول دخل حط البيانات في storage وخلص ولكن هاي هذا زود صار في عنا extra work للسيستم يعني هذا صار في عنا delay صار في عنا الperformance سبع القل ال response سبع السيستم هذا قل لانه احنا شغلنا حاجة زيادة صار الآن بدنا احنا نشوف مين اكتر ملف مش مستخدم او اكتر ملف داتا عشان نقدر نشيلها ونحط بداخلها الداتا الجديدة المهمة اللي لازم نحطها طيب بحسنا لجينا انه هاي الداتا بدنا نحزفها عملية الحذف بعدين عملية النسخ فهاي بيصير في اكترا بروسيس صارت للسيستم فبالتالي بيصير في عنا الريسبونس تايم تابعه بزيد الريسبونس تايم يعني هك هذي 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 بيقولك مثلا يعني ايش علاقة اللي هو بأداء السيستم كأداء سيستم طبعا بتأثر بهذه الطريقة طبعا في اكترا يعني مثلا الان افرض انه انا حزفت هذي هذا الملف مرة تانية احتجت لهذا الملف فلازم اعرجع انسخ وكمان مرة فاحنا حصير في عنا على السيستم عشان يبين او يشوف مين عشان المساحة التخزينية عندنا قليلة او مش مساحة تخزينية او مش مستخدمين ها استخدام امثل فبالتالي بدنا نحاول نعمل عملية التبدال حتى نبدل الملفات الاقل استخداما بالملفات الاهم او الاكثر استخداما طيب هذه الداقل الفكرة منها احنا زي ما قلنا عبارة عن تكنولوجيا يستخدام السيارة با ادنتفين ان رموف دابل داتا في عنا داتا ايدنتيكال بننخزينها بنخزين بس نسخة واحدة ونسخة التانية بنعملها زي pointer just keep one copy and create shortcut بسموها data pointers to that original data whenever duplicates are found طيب طيب هاي البيانات او الداقل هاي can be implemented at ممكن احنا نعملها على file level ممكن احنا يكون ملف كامل نفسه هذا هو نفسه هذا وهذا هما كلهم نفس بعض نفس النسخ هذه ممكن نعملها هذه الفايل ممكن نعملها على block level ملف نفسه طبعا احنا متكلم عن ملف مش متكلم عن ملف 200 200 كيلو ولا 1 ميجا او 1 جيجا ملفات مثلا ملفات كبيرة ملفات ضخمة فهذه ملفات فممكن يكون جزء منها مثلا جزء منها identical والجزء الثاني في تغيير سموها block level desuplication this works on smaller pieces of files even if the file is not exact copy it might have parts that are identical to other files so desuplication only stores the unique parts unique parts فهذه يسموها block level اما إذا file كامل identical بيسموها file level ضيب where does the application occur when the application هذا بصير في نوعين من duplication أو بصير في حالتين أو في مكانين ممكن duplication تكون source based duplication and source نفسه مثلا هاي client ودي عمل backup للبيانات هذا client يعمل backup للبيانات هو نفسه هنا ال duplication بتصير هنا الملفات اللي احنا identical نخزن هاي نخزن زي link لها وخلص بنبعتها بنبعتها لل backup أو بنبعتها نعمالها backup وهي خلص معمول لها duplication وجاهزة happens before data is transmitted هذا دام saving لل network bandwidth احنا لما نرسل الثلاث ملفات هاي نرسل الثلاث ملفات هاي طبعا هاي نستهلك bandwidth من network فبأثر على performance وآثر على system شكل عام أو ممكن تحصل انه أنا ببعت كل البيانات identical واللي مش identical والسيرفر نفسه الbackup device نفسه تخزن فيه اللي هو بنعمل desapplication على السيرفر المكان التخزين اللي هو target-based desapplication target-based desapplication happens after the data is transmitted باع nothing to item نقل البيانات and it stored at the target destination وآخنا في هذه الحالة بنعمل saving storage space طبعا اكيد هو في كل الحالتين نعمل saving storage space على فكرة بس هذه اللي هو في هذه الحالة برضو اضافة لها اللي هو saving network bandwidth تمام هذا بالنسبة لموضوع ال backup نتكلم في الجزء الثاني وفي المقطع الثاني عن ال replication تمام كلام عن replication اتمنى ان يكون الموضوع هذا مفهوم وواضح و نوقاكم ان شاء الله في الفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة